المشهداني قال انه قد تعرض للضرب وخربية مديدة على رأسه ماذا لو لم يثبتها المشهداني بتقرير طبي هل سيقع تحت طائرة القانون نعم استاذ نجم عدنا مبدأ عام بالقانون لا يأخذ طاعن بطعنه او لا يؤاخذ طاعن بطعنه يعني انا اعتقد هسا كنت حسن او سيئ النية هاي تثبتها المحكمة المختصة اعتقد انه وقع علي تجاوز معين واريد اقيم دعوة فاقيم دعوة واقول انه احرك مسئولية الشخص الذي تجاوز تجاوز علي هذا جانب هو قال انا ساحرك دعوة جزائية انا سمعت منه والعهد عليه قال ساحرك دعوة جزائية لانه تعرفت الى مضايقة وما شاكل ذلك وساقيم دعوة دستورية لاطعن بعدم دستورية الاجراءات لانه انا ما زلت مستمر باداء مهامي لكن لكن بمسألة السلوك النيابي هل النائب الذي يتقصد لو ذهبت مع يعني مع فكرة سوء النية هل النائب الذي يتقصد عرقلت عمل مجلس النواب والاساءة الى عمل مجلس النواب لا يقع تحت طائلة المسائلة لا بالتأكيد يقع تحت طائلة المسائلة سواء كان المشهدان او غير المشهدان زيان السؤال معكوس لو المشهدان استطاع ان يثبت انه قد تعرض فعلا الى المضايقة وتعرض الى الضرب واثى على صحته واثبت هذا بتقرير وبشهادة اجراءات المحكمة الاتحادية هل ستعاقب المتسببين سواء كانوا افرادا او كتلا او كتلا في البرلمان العراقي بموجب القانون احسنت نعم في الموضوع شقين فيه شق جزائي انا اجاوب على قدر سؤالك فيه شق جزائي وفيه شق دستوري في الشق الجزائي يحال الى المحكمة المختصة لانه مسألة الضرب او السب او الشتم هي جرائب منصوص عليها في قانون العقوبات وممكن ان يعاقب فاعلها سواء لان الجريمة جريمة شخصية مو جريمة حتى اذا حصلت واقعة الاشتراك فالجريمة تعاقب فاعل الجريمة ومن اشتركوا معه ولا يمكن ان تطلق العقوبة على المسمى السياسي او الجهة السياسية هذا من الناحية الجنائية ومن الناحية الدستورية للمحكمة الاتحادية سلطة تقديرية واسعة بتقدير دستورية الاجراءات من عدم دستوريتها بموجب الادلة التي تقدم لها واشرطت الفيديو الكاميرات التي كانت تصور والشهادة حسب ما تفضلت كدليل من ادلة الاثبات فللمحكمة الاتحادية سلطة تقديرية واسعة بموجب ولايتها على القضايا الدستورية وممكن ان تحكم باي اجراء تراه مناسب